الحمد لله رب العالمين نحمده جل وعلا على نعمه العظيمة وفضائله الغزيرة ونسأله أن يتولنا بولايته وأن يجعل أمورنا على وفق عنايته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فلعلنا أن نستمع لآيات عظيمة من سورة هود حيث تكلمنا فيما مضى عن قصة عاد ونبي الله هود عليه السلام ولعلنا اليوم أن نقرأ آيات من هذه السورة تتحدث عن ثمودة ونبي الله صالح عليه السلام فلعلنا نستمع لهذه الآيات تفضل بالقراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ثمود قبيلة عربية كانت تسكن في الحجر في وادي القرى ومساكنهم لا زالت معروفة إلى وقتنا الحاضر في العلا وهذه المساكن تدل على أنهم وصلوا إلى حضارة عظيمة فقد جعلوا قبورهم في الجبال التي ينحتونها ويقومون بتنظيمها وترتيبها وصفها على أحسن صف يعجب الإنسان من صنيعهم ووصلوا إلى درجات عظيمة من حضارة الدنيا إلا أنهم كانوا يعبدون غير الله ويتوجهون بعباداتهم وصلواتهم ودعائهم إلى غير رب العزة والجلال وذلك أعظم الفساد وأكبر الشر وهو سبب المقت والعقوبة ولكن من رحمة الله بالعباد أن لا يعاجلهم بالعقوبة حتى يبعث إليهم نبيا يرشدهم إلى أمر الله ويقيم الحجة عليهم ومن هنا بعث الله رجلا منهم يقال له صالح صالح كان رجلا معروفا بالعقل والحكمة وكان رجلا آمينا وكان رجلا عنده مكارم وأخلاق وعنده كرم عظيم فكانوا يعرفون له فضله ومكانته فأنزل الله جل وعلا الوحي على صالح فصالح رجل منهم ولذا قال وإلى ثمود أخاهم يعني في النسب صالحا فهم يعرفونه ويعرفون صدقه ويعرفون جمال أخلاقه وكذلك يخاطبهم بما يتناسب معهم من أنواع الخطاب وحينئذ توجه إليهم بذكر دعوته مبينا العلاقة التي بينه وبينهم فيقول اعرفوا أني منكم يا أيها القوم وأنني مشفق عليكم ولذا نسبهم إلى الرابطة التي بينهم وبينهم فقال يا قومي وثم دكر لهم الأمر العظيم الذي يجب عليهم أن يلتزموا به كيف لا وهو الذي خلقوا من أجله وهو الذي أرسلت الرسل من أجله وهو الذي تحصل به النجاة من نار جهنم ويحصل به الفوز بدخول الجنان وتحصل به سعادة الدنيا والآخرة فقال لهم أعبدوا الله أي لتكن عباداتكم التي تذلون فيها وتخضعون ويوجد عندكم فيها رجاء لمعبودكم ومحبة له واستشعار لمراقبته لله وحده لا لأحد من المعبودات فقال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله أي لا يوجد من معبود جدير بأن يعبد غير الله سبحانه وتعالى فهذه المعبودات التي تعبدونها من الأحجار والأصنام والأشجار ليس من العقل أن تتوجهوا إليها وهي جماد لا ينفع ولا يضر وعليكم أن تتوجهوا بالعبادة لله ثم ذكرهم بشيء من نعم الله عليهم فقال له هو أنشاكم من الأرض أي أنتم تقرون بأنه قد خلقكم وأوجدكم من التراب الذي تحت أقدامكم ما هو جنس له وحينئذ كيف تقرون بأنه خالقكم ثم تتوجهون بالعبادة لغيره ثم ذكرهم بنعمة أخرى ألا وهي ما مكنهم به في الدنيا من أنواع التمكين فهذه الزراعة التي وصلوا فيها إلى درجة عالية فهو واد عظيم الزراعة ثم هذه المباني التي مكنتم من ترتيبها في السهولة وهذه القبور التي نحتموها في الجبال ثم هذه المركوبات التي يسرها الله جل وعلا تركبون الجمال وتنتقلون بها في تجاراتكم وحينئذ قد جعلكم الله تعمرون الأرض ومكن لكم فيها بما آتاكم من قوة ومن قدرة على التدبير والتصريف فمن فعل بكم ذلك فهو الجدير بأن يعبد لا تلك الأشياء التي تحتاج إليكم فأنتم الذين صنعتموها وأنتم الذين تتعاهدونها ولذلك عليكم أن تعرفوا فساد طريقتكم التي سرتم عليها ومن ثم تطلبون من الله أن يغفر لكم وأن يتجاوز عنكم هذا الفعل الشنيع بعبادة غير الله سبحانه وتعالى ودعاهم إلى أن يعودوا إلى الله وأن يرجعوا إليه فقال لهم فاستغفروه ثم توبوا إليه ثم قال جل وعلا ثم قال جل وعلا على لسان هذا الرجل الصالح صالح عليه السلام إن ربي قريب مجيب قرب الله على نوعين أولهما قرب عام فهو قريب من العباد يعلم أفعالهم ويحصي جميع تحركاتهم ولا يخفى عنه شيء من أحوالهم وهذا يشمل جميع الخلق وهناك قرب خاص يكون لأولياءه فهو يستجيب لدعائهم ويحفظهم وينصرهم ويكون معهم كما قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعانا وهو كذلك مجيب أن يجيب الدعوات ويحقق للعباد ما يطلبونه منه جل وعلا فما كان من قومه إلا أن كذبوه وتناسوا مكانته السابقة وفضله العظيم وحسن خلقه وما كان عليه من مكارم الأخلاق ولذا قالوا يا صالح نادوه بإسمه مجردا ولم يذكر العلاقة التي بينهم وبينهم قالوا له قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أي كنا نظن أنك ستصل المرتبة العليا وستسود قومك وسيكون لك مكانة سامية ومنزلة رفيعة قبل أن تأتينا بهذا الكلام الذي خالفت به طريقة الآباء والأجداد كيف تدعونا إلى أن نترك هذه المعبودات وكيف تأتي بكلام تسب به آلهتنا وآلهة آبائنا فانظروا كيف أن الهوى عندهم جعلهم يغيرون حكمهم بدل أن كانوا يصفونه بالعقل أصبحوا يصفونه بضده لأنه لم يأتهم على أهوائهم ولم يحقق رغباتهم ولذا قالوا له أتنهانا أي هل من المعقول أن تمنعنا وأن تطلب منا أن نترك عبادة الآلهة التي كان يعبدها آباؤنا فاستدلوا بموروثاتهم وتقاليدهم على رد دعوة صالح عليه السلام ولذا كان من شأنهم أن كانوا على الشك وانظر للفارق بين أهل التوحيد وأهل الشرك فأهل التوحيد على يقين وأهل الشرك على شك ولذا قال وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب أن يثير الشبهة ويجعلنا لا نصدقك في دعوتك إلى الله وفي طلبك منا أن نفرد الله بالعبادة حينئذ أجابهم صالح بتذكيرهم بالرابطة النسبية التي بينهم وبينهم مما يذكرهم بأنه مشفق عليهم محب لوصول الخير إليهم فقال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي يعني قد أتيتكم بالأدلة والبراهين الواضحة البينة التي لا شك يبقى معها فكيف بعد ذلك تقولون إننا لفي شك مما تدعونا إليه وحينئذ إن الذي أتيتكم به من عبودية الله هو الرحمة التي تجعلكم تنتصرون وتفوزون بخير الدنيا والآخرة ولذا قال وآتاني منه رحمة وهذه الرحمة هي الوحي الذي تحصل بالتمسك به فوز الدنيا والآخرة وسعادة الدارين ولذا قال لهم لو اتبعتكم على طريقتكم فإن الله سيهلكني وسيجعل العقوبة الشديدة من نصيبي وحينئذ من ينصرني من يبعد عني عقوبة الله وعذابه فمن ينصرني من الله إن عصيته بالشرك وبمخالفة الوحي الذي جاني به فهذا الطلب الذي تطلبون مني بأن لا أسفه آراءكم ولا أحقر معبوداتكم إنما يوردني إلى غضب الله وإلى الخسارة في الدنيا والآخرة ولذا قال فما تزيدونني يعني عندما أستجيب لكم وأترك ما أدعوكم إليه ما تزيدونني غير تخسير أي غير خسارة وبوار في الدنيا والآخرة ثم قال لهم عندي لكم آية عظيمة تدل على صدق ما أتيتكم به ألا وهي هذه الصخرة التي بين أيديكم السنين الطويلة لم تتحرك قط من مكانها يقلبها الله عز وجل لتكون ناقة عظيمة فقال لهم ويا قومي أي يا قرابتي يا من أريد بكم الخير يا من أؤمل أن تفوزوا في الدنيا والآخرة انظروا إلى هذه الصخرة يقلبها الله ناقة هذه ناقة الله أي منسوبة إلى الله فهو الذي أوجدها بدون أن تكون منتجة من ناقة أخرى وما ينسب إلى الله ويضاف إليه على نوعين الأول مما ينسب إلى الله الذوات وهذه ليست صفة من صفاته فلما قال ناقة الله وقال بيت الله فهذه ذوات وبالتالي لا تكون صفة من صفات الله كما تقول عبد الله والثاني مما يضاف إلى الله الصفات والمعاني فإنها إذا أضيفت إلى الله فإنها صفة لله حقيقية ولذا تقول علم الله فهو صفة من صفاته قال هذه ناقة الله لكم آية أي تستدلون بها على صدق مقالتي فهي علامة واضحة ودليل بين وبرهان واضح وحينئذ عليكم أن تتركوها فذروها تأكل في أرض الله فإنها لا تحتاج منكم إلى أن تطعموها ولا أن ترعوها ولا أن تتولوا شيئا من شؤونها ولا تمسوها بسوء أي لا يكن منكم فعل مشين تجاهها بجرحها أو ضربها أو قتلها فإنكم متى فعلتم ذلك أخذكم العذاب القريب أي الذي يبادركم ولا تستطيعون الهرب منه فكانت هذه الناقة تشرب من البئر يوما لا يشاركونها الشرب منه لكن في ذلك اليوم يشربون من ألبان الناقة فيكتفون بها تغذيهم وتقوم على حاجتهم وفي اليوم الآخر يشربون من ماء البئر لا تشاركهم الناقة في ذلك فما كان منهم إلا أن كذبوا صالحا عليه السلام وحينئذ تآمروا على قتل الناقة فانبعث أشقاها أي أشقى القوم وذهب إلى الناقة فعقرها قتلها وفقال لهم نبي الله صالح عذاب الله قريب تمتعوا في داركم ثلاثة أيام أي استمتعوا بنعمة الله فيما مكنكم به من نسك بيوتكم وترتيبها وبعد ثلاثة الأيام ستنزل بكم العقوبة الشديدة ذلك وعد غير مكذوب أي وعد صدق ومع أنه معروف بالصدق عندهم ومع أنهم رأوا الآيات العظيمة ومع أنه توعدهم بالعذاب الشديد الأليم بعد الثلاثة الأيام إلا أنهم لم يزدادوا إلا عتوا وعنادا بقوا على كفرهم وشركهم ولم يصدقوا صالحا وحين إذن جاء أمر الله بينزال العقوبة على قوم صالح ماذا جاءهم صيحة صوت عظيم جعلهم يهلكون كلهم حتى أصبحوا خامدين قال قال تعالى فلما جاء أمرنا أي ما قدره الله جل وعلا من هلاك القوم حينئذ نجينا صالحا أي جعلنا يبتعد عن القوم الظالمين وكذلك نجى الله من آمن معه بفضل منه جل وعلا ورحمة منه سبحانه وقد نجاهم أيضا من الفضيحة والخزي في ذلك اليوم العظيم الذي نزلت عقوبته بالقوم الظالمين وحينئذ يذكر الله العباد بقوته ومنعته فهو القوي العزيز لا يحتاج إلى مناصر ولا يحتاج إلى معين جل وعلا إذا أمر شيئا فلابد من وقوع أمره الكوني وحينئذ أخذ الذين ظلموا الصيحة ظلموا بماذا بالشرك وبعقر الناقة أخذتهم الصيحة أي بعث الله عليهم صيحة جعلهم يموتون في الحال فأصبحوا يعني لما جاء الصباح فإذا بهم صرعا جاثمين أي خامدين على الأرض موتا هلكا كأن لم يغنوا فيها أي كأنهم لم يكونوا بالأمس أغنيا عندهم الحضارات العظيمة زراعة وتجارة وصناعة وبناء وغير ذلك من أنواع حضارتهم كأن الله جل وعلا يقول يا من أرسلت له الغنى في الدنيا احذر فإنه متى نزلت عقوبة الله فلن يغني غناك عنها شيئا ولا يكن غناك سببا لطغيانك فإن من طغى وتكبر نزلت به العقوبة ثم بينا لهم المعنى في نزول العذاب بهم فقال ألا إن ثمود كفروا ربهم أي جحدوا نعمة ولم يصرفوها في مراضيه ولم يفردوه بالعبادة بل توجهوا بعبادتهم لغير الله وحينئذ استحقوا الإبعاد عن رحمة الله ولحوق اللعنة بهم ألا بعدا لثمود هذه آيات عظيمة في قصة هذا النبي الصالح صالح عليه السلام وفيها وفيها فوائد منها أن لا يحتقر الإنسان من دعاه إلى الخير والصلاح لأنه خالف هواه أو لم يسر على شهوته فهؤلاء قوم ثمود لما كذبوا نبي الله صالحا نزلت بهم العقوبة الشديدة وأذكركم بما اجتمعت عليه دعوات الأنبياء من الأمور الأربعة أولها أنهم دعوا إلى إفراد الله بالعبادة وعدم صرف شيء منها لغير الله وثانيها أنهم دعوا أقوامهم إلى الاستغفار والتوبة وبيان أن مصالح العباد في آخرتهم وكذلك في دنياهم تحصل بالاستغفار والتوبة وثالثها بما تذكير بما لقيه أنبياء الله من أقوامهم من التكذيب والمحاجة والمجادلة بالباطل مع أن أنبياء الله كانوا يجيبونهم بالحجج والبراهين والأدلة والآيات العظيمة ورابعها نجات أهل الإيمان وهلاك الظالمين المبطلين وهكذا حصل مثل ذلك في قصة صالح عليه السلام وفي هذه الآيات أن الداعي ينبغي به أن يظهر شفقته بالمدعو وأن يبين له مراده الخير والصلاح له وبالتالي يخاطبه بالحسنة والكلام الجميل واللفظ الذي يميل النفوس وفي هذه الآيات الطلب من العباد في هذه الآيات تذكير العباد بأن الله هو الذي خلقهم ومن ثم من خلق فهو المستحق للعبادة وفي هذه الآيات تذكير العباد بأن أصلهم جاء من جنس هذه الأرض فقد خلقوا من تراب مما يبعد عنهم الكبر والتكبر على الحق وعلى الاستجابة لدعوة الهدى وفي هذه الآيات التذكير بأن النعمة التي حصل عليها العباد في الدنيا إنما هي تمكين من الله جل وعلا وفضل منه سبحانه وبالتالي لا يعجب الإنسان بعمله فلا تظنن أن ما وصلت إليه من مال أو مكانة أو منصب أو غير ذلك من أمور الدنيا حصل بجهدك مجردا بل هو فضل الله عليك والله هو الذي أوصلك إلى ذلك فكم من عباد الله من عنده من القدرات والإمكانات ما يماثلك في صفاتك ومع ذلك لم يصل إلى ما وصلت إليه فاذكر بذلك نعمة الله جل وعلا عليك وفي هذه الآيات من الفوائد أن الدعوة إلى الاستغفار من الذنوب وطلب التجاوز عن المعاصي والمخالفات لما في ذلك من رفع الآثام والذنوب التي هي سبب خسارة الدنيا وعقوبة الآخرة وفي هذه الآيات التذكير بقرب الله جل وعلا من العباد قربا يليق به جل وعلا قربا بالعلم والإحاطة لجميع الخلق وبالنصر والتأيين وإجابة الدعاء لعباده الصالحين وفي هذه الآيات التذكير بأن الله يجيب الدعوات ومن ثم في ذلك دعوة وترغيب للعباد بأن يكثروا من دعاء الله جل وعلا فإن الله يحب منكم أن تدعوه وأن تتضرعوا بين يديه وأن تسألوا حوائجكم وفي هذه الآيات أن رد أهل الباطل للحق الذي جاءهم إنما هو لمخالفته لشهواتهم ورغباتهم وإلا فعندهم من الآيات ولا دلة والبراهين ما يكون مقنعا لذي العقول السليمة وفي هذه الآيات أن الله يبعث الأنبياء ذوي نسب في أقوامهم وممن لهم مكانة ومنزلة حتى تقوم الحجة على العباد في ذلك وفي هذه الآيات أن الكافرين يعرفون فضل مكانة أنبياء الله عليهم السلام وفي هذه الآيات من الفوائد أيضا أن الإنسان لا ينبغي به أن يقلد غيره تقليدا أعمى بدون التفكير في ما يقلد فيه هل هو موافق لشرع الله أو لا وفي هذه الآيات أن أبطل ما يكون وأبعد ما يحصل من مخالفة العقول إذا طمس على عقل الإنسان أصبح يراها عقلا وفضيلة ومزية فهذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر والتي هم الذين نحتوها وأوجدوها ويبيعونها ويشترونها ومع ذلك يذهبون يتذللون لها ويخضعون يطلبونها حوائجهم ويسألونها تحقيق مرادهم فأين العقل من هذا التصرف الذي ليس مع من تصرف به ذرة شعر من عقل وفي هذه الآيات الدعوة إلى اليقين وترك الشك فاليقين يحصل بالتمسك بدلائل الحق فهناك حق مطلق عند الله جل وعلا أرسل به الرسل فمن أراد الحق المطلق فعليه أن يتمسك بما جاء عن الله جل وعلا لا ريب فيه كما قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه وانظر لهذه الآية العظيمة في أوائل سورة البقرة فإنها تقطع جدلا مستمرا عند البشرية فإن كثيرا من فلاسفتهم ومن يسمونهم عقلا إنما يبنون طريقتهم على الشك والحيرة لا على اليقين والعلم الجازم ومن هنا شككوا في كل شيء حتى في المحسوسات التي يشاهدونها أو يلمسونها أو يخالطونها مما يدلك على أنه قد يظن أن من العقل ما يخالف العقل وفي هذه الآيات الدعوة إلى تحصيل اليقين والجزم بإفراد الله بالعبادة وفي هذه الآيات التذكير بالدلائل والبينات التي جاء بها أنبياء الله والتي على مثلها يؤمن البشر ومع ذلك من قدر الله عليه أن لا يهتدي وأن يبقى في الغواية فلن يهتدي وسيقضى عليه في الجهالة والضلالة وفي هذه الآيات التذكير بأن الحق يأتي من عند الله جل وعلا فهو الذي يرشد الخلق إلى ما فيه صواب وما فيه حق وحينئذ نجزم بأن العقل آلة وليس هو مصدر العلم وإنما هو آلة تقبل بها المعلومات وتوزن وفي هذه الآيات التذكير بأن الوحي النازل من عند الله رحمة بالعبادة فهو يرشدهم إلى الحق ويدلهم على ما ينفعهم في دنياهم وأخراهم وفي هذه الآيات التذكير بأن من كان مع الله مفردا له بالعبادة وقائما بشرعه وداعيا إلى دينه فإن الله سينصره لا محالة ينصره بأن يثبته على الحق ولا يمكن أعداه منه وإن ابتلي بشيء من المصائب إلا أن العاقبة تكون له وفي هذه الآيات أن من خالف أمر الله وعصاه فلا يأمنن من نزول العقوبة به ومن نزلت به عقوبة الله فلن يستطيع أحد رد هذه العقوبة ولن يتمكن أحد من نصرة من نزلت به عقوبة الله جل وعلا وفي هذه الآيات أن الاستجابة لدعوات المظلين في تحقيق رغباتهم وأهوائهم ينتج عنه الخسارة دنيا وآخرة وفي هذه الآيات من الفوائد أيضا أن الآية العظيمة والبرهان الكبير الذي يقنع أصحاب العقول السليمة إذا لم يقدر الله للعبد اهتداء به فلن يهتدي فهذه الناقة العظيمة التي أخرجها الله من الصخرة آية عظيمة وبينة كبيرة ومع ذلك لم ينقادوا لصالح ولم يستجيبوا له مع أنهم سألوه أن يريهم آية بينة إلا أنهم لما جاءتهم الآية البينة لم يستجيبوا لدعوته وفي هذه الآية التذكير بأن ما يضاف إلى الله من الأعيان لا يكون صفة من صفاته بينما ما يضاف إلى الله من الصفات والمعاني يكون من صفاته جل وعلا وفي هذه الآيات التذكير بفضل الله عليهم في هذه الناقة فهم لا يتعبون فيها لا بإحضار طعام ولا برعي ولا بإيصال الماء إليها بل هم مستفيدون من ألبانها ومع ذلك ينبغي بمن يستفيد من شيء أن يسعى لإبقاءه لا أن يسعى إلى هلاكه ومع ذلك إمعانا منهم في تكذيب صالح زاولوا ما فيه مضرة بهم وإفساد لأحوالهم ومما يدلك على أن ما يصفون به أنفسهم من العقل أبعد ما يكون عن العقل الصحيح وفي هذه الآيات أن أنبياء الله أوضحوا للخلق جميع ما يحتاجون إليه من الأحكام وفيها أن العقوبة التي يقدرها يقدرها الله على العباد إنما تكون بعد النذارة ووصول العلم إليهم ولهذا حذرهم صالح من أن يمسوا الناقة بسوء وبين لهم أن ذلك من أسباب نزول العذاب القريب بهم وفي هذه الآية أن مطموس القلب لا ينفعه الدلائل والبراهين الواضحة ولا الدعوات الصادقة ولا العاطفة الجياشة من أقربائه ولذا أقدموا على عقر هذه الناقة وفي هذه الآيات تأجيلهم ثلاثة أيام إما ليتمكن صالح ومن معه من الذهاب عنهم وإما ليجعلهم يتمتعون في دارهم فيستشعرون مقدار نعمة الله عليهم في بلدانهم وإما أن يكون إعطاء فرصة أخيرة لهم لعل الله عز وجل أن يعيدهم إلى الحق كما كان من قوم يونس حينما استجابوا لدعوة نبي الله بعد أن رأوا مبادئ العذاب في قومهم وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا ينجي أولياء المؤمنين الذين يفردونه بالعبادة من العذاب المستحكم العام وفي هذه الآيات أن نجاة هؤلاء المؤمنين برحمة من عند الله جل وعلا ليس بأفعالهم ولا بما قدموه من الدعوة فإنها أشياء يسيرة بالنسبة لفضائل الله عليهم ولذا فإن النجاة دنيا وآخرة إنما تكون برحمة من عند الله جل وعلا لا على سبيل المجازات والمقابلة فيما نؤديه من أعمال في الدنيا وفي هذه الآيات أن الله قد قدر الخزية والذل على المخالفين لأمره والمكذبين لرسله وأن الله جعل العزة والرفعة للمصدقين لأنبياءه المتبعين لشرعه وفي هذه الآيات التذكير بعظم قدرة الله جل وعلا وأنه القوي الذي لا يعجزه شيء والعزيز الذي لا يحتاج إلى مناصرة أحد أو معاونته وفي هذه الآيات التذكير بأن الله قد يجعل العقوبة العظيمة من الشيء اليسير والأمر القليل فهذه صيحة مجرد صوت ومع ذلك أهلكتهم فجعلتهم صرعا في ديارهم خامدين جاثمين وهكذا انظر إلى أنواع العقوبات التي عاقب بها صنوف بني آدم فقوم نوح عاقبهم الله بالماء هذا الماء الذي تصرفونه وتتحكمون فيه ومع ذلك عاقبهم الله بهذا الماء وهكذا في قوم عاد عاقبهم الله بالهواء بالريح العقيم وهكذا قوم صالح عاقبهم الله بالصوت الذي جعلهم خامدين ولذلك لا تأمنن أن يقدر الله عليك الأمر العظيم إن كان خيرا أو كان شرا بناء على مقدمات يسيرة وانظر في الكون تجد شواهد ذلك فهذا المرض الذي عم الخلق وانتشر في الأرض ابتدأ من شيء يسير لا تراه الأعين يدخل في الجوف ثم يجعل هذا الهواء الذي هو أوفر ما يكون وأرخص ما يكون بلا ثمن ومع ذلك يصبح صعبا على الإنسان لا يتمكن من إدخاله في جوفه يشترى بأغلى الأثمان وتتضارب وتتقاتل الدول على آلات تصنيعه فانظر كيف يقدر الله الأمور العظيمة بناء على مقدمات سهلة يسيرة وانظر هذا في حياة عباد الله فكم من إنسان يجعل الله له أشياء يسيرة تقلب حياته بدل الصحة إلى المرض أو من المرض إلى الصحة وكذلك نجد أن بعض الناس يقلب الله حياته من غنى إلى فقر أو من فقر إلى غنى بشيء يسير وانظر كم من عباد الله كان عنده من الآلات في بدنه يقدر الله عليه حادث سير يسير فلا يستطيع بعد ذلك أن يتنعم بشيء من أعضاء بدنه يأتيه شلل رباعي قد يقدر على تحريك عينيه دون بقية جسده وقد لا يقدر على ذلك أيضا وأذكركم في هذا بشيء بينما تجد الإنسان قويا متصرفا يذهب ويأتي ويحمل فيذا به في لحظة ينقلب إلى جثة هامدة بنومه وغياب وعيه فانظر كيف يغير الله حال العبد في لحظة واحدة وحينئذ يا من وصبت بمصيبة فلا تيأس من رحمة الله فقد يقدر الله جل وعلا لك المقادير العظيمة في أوقات يسيرة وبأسباب قليلة فلا تقنط من رحمة الله إنه لا يقنط من رحمة الله إلا الكافرون وكن مؤملا في فضل ربك راجيا فضله ظنا به الخير فهو أهل أن يظن به الخير سبحانه وتعالى أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لكل خير وأن يجعلني وإياكم من عباده الصالحين وحزبه المتقين كما نسأله جل وعلا أن يصلح قلوبنا وأن يجعلها مليئة بالتقوى ونسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن قنع بآياته واهتدى بدلائله وتمسك بكتابه واتبع رسله بفضله وإحسانه كما نسأله جل وعلا أن يجعلنا جازمين بالحق واثقين به قانعين به غير شاكين ولا مترددين ولا مرتابين فيه بفضله وإحسانه كما نسأله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وتجاوزنا في الأمر وغفلتنا ونسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين وأن يردهم إلى دينه الرد الحميد وأن يجعلهم على أحسن حال في أمورهم الدنيوية والدينية والأخروية كما نسأله جل وعلا أن يرفع الظر عن إخواننا في فلسطين وأن يسد جوعتهم وأن يتولاهم من عنده وأن يكفيهم شر عدوهم وأن يرد هذا العدو خائبا خاسيا اللهم اشف مريضهم اللهم اشف جرحاهم اللهم تولى شأنهم بفضلك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم وفق عبادك لما تحب وترضى اللهم وفق لا تأمرنا لكل خير واجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين تسليما كثيرا إلى يوم الدين تسليما كثيرا إلى أيندى اشتركوا في القناة